موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الرأي حيث كتب صالح القلاب مقالا بعنوان لا حل للأزمة السورية ما لم يغير الروس والإيرانيون مواقفهم قال فيه لا جنيف واحد ولا جنيف اثنين ولا حتى جنيف ألف سينهي هذه الأزمة السورية التي حولها بشار الأسد إلى أزمة إقليمية ودولية ما لم يغير الروس والإيرانيون مواقفهم ويدرك أن ألسنة النيران المندلعة في سوريا ستصل إلى ثيابهم والحقيقة أن هذا العنف الذي حوله النظام السوري وحوله الإيرانيون ومعهم الروس إلى عنف طائفي ما كان من الممكن أن يركب بشار الأسد رأسه ويواصل حربه المدمرة ضد شعب لم يعد شعبه وضد بلد لم يعد بلده ويقينا أنه لو لا الروس أولا ولولا إيران ثانيا ولولا الإسناد الطائفي من العراق ثالثا ولولا حزب الله رابعا فإنه ما كان من الممكن أن يصمد بشار الأسد حتى الآن وأنه ما كان من الممكن أن تدمر المدن والبلدات والقرى السورية كل هذا الدمار وأيضا فإنه ما كان من الممكن أن تكون هناك كل هذه الأعداد الفلكية من القتلى والجرحى والمشردين إن داخل وطنهم وإن خارجه وبهذا فإن المجرم الفعلي هو روسيا الاتحادية وهو جمهورية الولي الفقيه الإيرانية وهو كل هذه الشراظم الطائفية المرسلة من العراق وهو حزب الله وميليشياته التي لولاها لثقت نظام بشار الأسد خلال ثلاث ساعات كما قال أحد كبار قادة هذا الحزب ولهذا فإنه لا حل ولا خروج من هذا المأزق ما لم يجبر الروس على وقف تدخلهم في هذا البلد العربي أو أن يقنعوا بأنهم يحاربون حربا خاسرة وأن هذا العنف الذي يضرب سوريا سوف يصل إليهم في النهاية وما لم تتلقى إيران ضربة راعفة على أنفها وتدرك أن من بيته من زجاج يجب أن لا يضرب الآخرين بالحجارة وأيضا ما لم يفهم نور المالكي أنه سيدفع ثمنا غاليا إنه استمر بالانخراط في هذه اللعبة المكلفة وأنه يضع نفسه وبكل وضوح إلى جانب بشار الأسد عندما يقول قاصدا الأمريكيين إننا نحارب الإرهاب بينما هم يزودونه بالأسلحة ثم وإن الولايات المتحدة بترددها وتراجع مواقفها مقارنة بالبدايات هي المسؤولة عن كل هذا الدمار والخراب وكل هذه الجرائم التي ارتكبت في سوريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأنها المسؤولة عن تماد الروسي والإيرانيين في المشاركة العسكرية المباشرة في ذبح الشعب السوري ولذلك ومرة أخرى فإن المراهنة على هذه الجنب وعلى ألف جولة مقبلة لها كالجولة السابقة لا يمكن أن تحقق أي تقدم ما لم يبادر الأمريكيون والأوروبيون والعرب المعنيون إلى إحداث خلل لمصلحة المعارضة السورية في المعادلة العسكرية الحالية ننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب سليم البيك مقالا تحت عنوان الأسد حامي إسرائيل من خطر الإسلاميين قال فيه إن كانت إسرائيل مثالا يحتذا عند أنصار السيسي فهي عند أنصار الأسد مثال كي يحتذا لابد أساسا من الحفاظ على كينونته وأمنه فلا معنى للأولى دون الثانية العديد من التصريحات التي صدرت عن أذرع نظام السوري قالت إن مصلحة إسرائيل وأمنها يكمنان في بقاء نظام الأسد ليس ما صرح به رامي مخلوف الذراع الاقتصادي لعائلة الأسد ونظامه في الأيام الأولى لثورة إلا أحدها مؤخرا وعلى الفضائية السورية صدر عن أحد ضيوف برنامج حوار اليوم النسخة الأحدث من هذه التصريحات المتشبثة بإسرائيل وأمنها علىها تنتشلهم من لعنة الشعب قال المحلل السياسي الضيف إن هناك تنظيمات تريد دولة إسلامية وهذه الدولة في حال وصلت إلى الحكم تحت قوة السلاح ستشكل خطرا على ربيبتهم إسرائيل لنفهم أنه لن يكون في صالح إسرائيل أن يصل الإسلاميون وهم أصحابها إلى الحكم بل أن يبقى نظام الأسد في الحكم وهو النظام المقاوم الممانع كيف يعني؟ لم أتوصل لفهم آخر لكلامه لنرى الآتي فقد نفهم شيئا يكمل تحليله محاولا على الأغلب إقناع الخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين المتابعين المتماعينين بالفضائية السورية هناك محبوبتهم إسرائيل بفتوى معينة من أحد الإسلاميين سيوجهون أسلحتهم إلى إسرائيل لكن ما لا أفهمه حقا هو إصرار المحلل السياسي هنا على ذكر العلاقة الحبية السادو مازوشية كما يبدو بين الإسلاميين وإسرائيل فإما إن إسرائيل ربيبتهم ومحبوبتهم فتريد لهم أن يصل للحكم في سوريا وإما أنهم ليسوا كذلك فيوجهون أسلحتهم إليها ويشكلون خطرا عليها حيرت سمانا أخيرا ينهي بأن الإسرائيليين يراجعون مواقفهم وأن النظام السوري برغم مواقفه لمد من التذكير بممانعته طبعا يبقى أرحم من هؤلاء وبالتالي على إسرائيل أن تختار بين نظام يضمن لها حدودا هي الأكثر أمانا كما يضمن أن الممانعة لن تتعدى الخطابات اللفظية وبين إسلاميين قد يوجهون سلاحهم إلى القدس بعد سين قليل وهو ما لن تريده لا إسرائيل ولا النظام السوري وفوق ذلك كيف لو تكررت الفكرة التي يطرح مجرد ظهورها كل هذه الرسائل هذه رسالة أكثر مما هو تحليل قد لا تصل لأصدقاء إسرائيل في الغرب لكنها وصلت جيدا للفلسطينيين والسوريين وباقي العرب مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالا لأحمد محمود عجاج بعنوان سوريا بين دومة العنف ووهم التفاوض الخوف من المستقبل قال فيه انتهى جينيف الأول وسيعقبه جينيف ثاني ولربما ثالث ورابع قبل أن نرى بصيصا من نور بانتهاء هذه الحرب الطاحنة في سوريا المتفائلون قلة والمتشائمون كثر لكن العملية السياسية ماضية إلا أن اللاعبين الكبيرين أمريكا وروسيا قررات تفرج على هذه الحرب هناك ثلاثة محاور لفهم ما يجري في عملية التفاوض وعلى مسرح المعارك بين المتخاصمين المحور الأول يدور حول القرار الدولي الذي تملك أوراقه روسيا وأمريكا التي قررتا لغاية الآن ابقاء الوضع وفق المعادلة التالية سمود الأسد عسكريا وعدم السماح له بالانتصار سياسيا هذا المثار أصبح واضحا بعد مهزلة الأسلحة الكيموية وتراجع رئيس الأمريكي بموافقة من نظيره الروسي عن توجيه ضربة عسكرية للأسد كانت ستتسبب حتما ستسبب إخلالا في التوازن في موازن القوى على الأرض المحور الثاني يتمثل بالمعادلة الإقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية وتنافسهما المستمر على رسم ملامح الشرق الأوسط تعتبر إيران أن خسرة سوريا هي بمرثابة مقتل لمشروعها المتمدد في الشرق الأوسط والمتمثل بفتح خط بغداد، دمشق، بيروت، فلسطين وامتلاكها أوراق المنطقة وبالتحديد القضية الفلسطينية وترى أنه من الضروري لها لاستمرار منطق المواجهة وتعزيز أوراقها خصوصا أن اتفاقها مع الغرب حول برنامجها النووي سيسمح لها بتجنب العزلة الدولية ولو جزئيا وبالتالي فإن إمكانية صمودها إقليميا ستتعزز أكثر وستتمكن بالتالي من إعادة كسب أوراق خسرتها بسبب الصبغة الطائفية للسياساتها في المنطقة أما فيما يخص المحور الثالث فإنه يتعلق بالوضع الداخلي السوري وتداعياته على التوجهات الدولية والإقليمية هذا المحور على قدر من الأهمية لأنه هو المحدد لكل المثارات ولأنه يتعلق بقناعات الشعب السوري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة وبناء الدولة الحديثة ورغم الإحباط الذي يسود فئات كبرى من الشعب السوري وانزياح الرومانسية عن الربيع العربي إلا أن الشعب السوري تمكن من توليد معارضة سياسية تكتسب مناعة يوما بعد يوم وتمكن من توليد مقاومة عسكرية تتزايد فعاليتها وما بقاء هذه المحاور على حالها فإن الحرب مرشحة للتفاعد وستكون المفاوضات ستارة لإنهاك المتقاتلين واستنزاف القوى الإقليمية ولن يكون بوثع الأطراف السورية المتقاتلة تغيير المعادلة وما جنيذ إلا دليل حي على ذلك ولكي يتجنب السوريون تسويات دولية وإقليمية على حسابهم لابد لهم من إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة لأن استمرارها سيولد نظاما سوريا فاشلا يعتمد على سلطة مركزية تتقاسمها قوى طائفية وعرقية ننتقل الآن إلى صحيفة الاتحاد حيث كتب الطيب التيزيني مقالا بعنوان تأسيس الاستبداد السياسي قال فيه ما يظهر في حياتنا المعاصرة من بعض التلازم بين الاستبداد السياسي الأمني والاقتصادي والأيديولوجي هو حالة تاريخية تبقى ببقاء مسبباتها وتزول بزوالها ومن ثم ليس هذا الاستبداد في سوريا فطريا إنما هو حالة مفتوحة فقد أخذ الاستبداد السياسي مقترنا بالاستقلال الاقتصادي يجد دعما له مع ظهور انقلابات عسكرية وبعد تحقيق الاستقلال الوطني من فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وفي السياق ذاته أخذت حركات ايديولوجية شمولية تنشأ في البلد مع ظهور تيارات سياسية شمولية ومعادية للتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة جاء بعد ذلك الانفصال والقفز إلى السلطة بمساعدة قوى عسكرية انقلابية تسلمت السلطة في سوريا يدا بيد مع اصدار قانون الأحكام العرفية عام 1963 وانتهت بحركة التصحيح بقيادة حافظ الأسد عام 1970 أسس حافظ الأسد الجبهة الوطنية التقدمية التي يقود هو هو ويقود المجتمع كله باسم حزب البعث إلى الأبد كما أعلن عن تأسيس مجلس شعب ليعلن التزامه بالقائد أولا وأخيرا وإن ظل حزب البعث موجودا فإنما من باب ذر الرماد في العيون ما حدث قبل ثلاث سنوات تمثل في التنبيه إلى ضرورة الإسراع في البحث فيما يجب فعله لم ينتبه بشار الأسد وما كان له أن ينتبه أو ينبه إلى ما ينبغي المباشرة في الإصلاحات الحاسمة الآن وليس غدا بل هو تحدى الموقف ورفض حتى الاعتذار من شعبه خصوصا بصيغة محاسبة محافظ مدينة درعا ورئيس حزبها الذين ألهب الأحداث بقوة لقد أهان الشعب بكثير من افتقاد الحكمة والروية إنه لم يكن مطالبا بالتنحي وإنما بإعلان البدء بالمشروع الإصلاحي لقد ارتكب بشار الأسد خطأا سوناميا قاتلا حيث وضع في رأسه ورؤوس حماته خطة تدمير سوريا لقد أخطأ خطأا لا يرقى إلى مستوى خطأ ربما في التاريخ كله نقول ذلك حتى إذا انتصر ولن ينتصر إنها المأساة التي لا يرقى إلى مستوى بنيتها وفصولها أي حدث آخر لقد علق الرئيس بشار على جدران دمشق وسوريا ما يتجاوز أكبر الكبائر في التاريخ على الإطلاق وذلك بصيغة ملهات مأساة مجسدة بما تبقى من سوريا بشار أو حرق البلد لا وجود لسوريا دون بشار وهذا ما لا يمكن مغفرته كيف على السوريين أن يتابعوا طريقهم؟ إنه سيبقى منبسطا حتى لو تصدع العالم ثم إذا كان العالم قابلا للاستمرار بعد الحربين العالميتين فالأمر إذن مفتوح مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب طارق حميد مقالا بعنوان إيران وماذا عن المحرقة السورية؟ قال فيه يقول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في مقابلة تلفزيونية مع محطة ألمانية على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في مونيخ إن المحرقة النازية بحق اليهود كانت مأساة وحشية مشؤومة ينبغي أن لا تتكرر أبدا حسناً ما الذي ستضيفه هذه التصريحات لأمننا؟ وكيف تجنب منطقتنا تكرر هذه المحارق؟ المؤكد أن أهمية تصريحات ضريف هذه لا تكمن في بعدها الأقلاقي أو الإنساني وإنما هي ورقة سياسية تفاوضية تستخدمها إيران الآن لتقول للمجتمع الدولي إن نظامها الحالي مختلف تماما عن نظام أحمد نجاد الذي أنكر حصول المحرقة ولذا فإن السؤال لوزير والنظام الإيراني هو وماذا عن المحرقة التي تحدث أمام أعيننا الآن من قبل نظام الأسد بحق السوريين؟ ماذا عن الصور الأخيرة الموثقة لتعذيب آلاف السوريين بطريقة وحشية تشبه ما حصل في الهولوكوست من قبل نظام الأسد والتي تعتبر جريمة من جرائم الحرب وماذا عن استخدام الأسد للكيماوي ضد السوريين؟ وماذا عن القنابل الحارقة التي يلقيها الأسد يوميا على السوريين؟ وماذا عن الحصار والتجويع؟ ورغم كل ذلك يحظى الأسد بدعم غير محدود من قبل إيران التي تتأسف اليوم على المحرقة النازية بحق اليهود فهل علينا الانتظار حتى تقر إيران بما يحدث بسوريا بعد عقود؟ وتتأسف كما تأسفت الآن على اليهود؟ كيف يمكن أن يصدق المجتمع الدولي بعد كل ذلك الإدانة الإيرانية للمحرقة التي وقعت بحق اليهود؟ بينما تؤيد طهران الأسد الذي يرتكب كل يوم محرقة جديدة بحق السوريين؟ بل السؤال هنا أيضاً من الأولى بالتطمين الإيراني الآن؟ العرب وتحديداً السوريون؟ أم المجتمع الدولي واليهود؟ الذين قال عنهم ضريف في نفس المقابلة إنه ليس لدى إيران شيء ضد اليهود ونكن أكبر احترام لهم داخل إيران وفي الخارج ولأن الشيء بشيء يذكر فإن على عقلاء إيران مثلاً أن يتأمل واحدة من عجائب هذه المنطقة فإذا كان تنظيم القاعدة الإرهابي يصدر بياناً مثل ما فعل بالأمث ينفي فيه علاقته بداعش ويقول أنه لا صلة له بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام فلم تختر بإنشائها ولم تستأمر فيها ولم تستشر ولم ترضها بل أمرت بوقف العمل بها ولذا فهي ليست فرعاً من جماعة قاعدة الجهاد ولا تربطهما بها علاقة تنظيمية وليست الجماعة مسؤولة عن تصرفاتها أفلا يكون من الأولى أن تصدر إيران الآن بياناً مثل بيان القاعدة هذا لتدين فيه الأسد وجرائمه بحق السوريين حتى يمكن بعده تصديق مشاعر إيران تجاه المحرقة النازية وخصوصاً أن الأقربين أولى بالمعروف مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب حزان زهور عدي مقالاً تحت عنوان روسياً أوكرانيا أم الأسد قال فيه لا أظن أن أحداً لا يجادل في دعم الغربي لما يحدث الآن في أوكرانيا وقد تكون دلائله أشد عمقاً من زيارة آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والتقائها برموز المعارضة وعدها لهم بإرسال المساعدات التي يحتاجونها وأشد عمقاً أيضاً من لقاء كاري مع ذعيم المعارضة الأوكرانية والشد على يديه إذاناً بالدعم الأمريكي لمن يناهض النفوذ الروسية بحدود داره وإذا استبعدنا الأسباب الداخلية الأوكرانية التي ادفعت الشباب لانتفاضتهم مدى سلطتهم المنتخبة وبغض نظر عن حق الشعب الأوكراني بالتغيير وإرادته في ذلك فإن المسألة الأوكرانية بدأت تتحول إلى مسألة دولية شأنها في ذلك شأن المسألة السورية بالرغم من اختلاف الظروف والحيثيات وبالتالي باتت تغفوف أحضان المجتمع الدولي شرقياً كان أم غربياً وبالمقابل فإن التحرك الأمريكي تجاه القضية السورية كما يبدو في ظاهر الأمر جدياً هذه المرة فقد نضجت الظروف التي تجبر الولايات المتحدة على العمل على إنهاء هذه الكارثة الإنسانية كما ادعت في اجتماعات ميونيخ لقد تحركت الآن أوكرانيا وأن الأوان للإمساك بورقة مساومة عالية القيمة تمكن الغرب من التوصل لما يريد له من حل المأساة السورية دون أن يخسروا مادياً أو عسكرياً أو سياسياً ويبدو أن هذا هو هدف الولايات المتحدة وما كانت تريده وتنتظره في سياستها الشرق أوسطية مساومات خارج التورط العسكري أما بوتين الذي أخذ السوريين كراهين لإثبات نجاحه السياسي وإعادة النفوذ الروسي للعالم كله كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي السابق وفرض هيبته على المجتمع الدولي بوتين الآن ليس في موقف يحسد عليه فهل يتنازل بوتين عن الأسد من أجل بقاء حليفه الأوكراني؟ وهل سيكون الموقف الأمريكي والأوروبي جاداً كفاية في هذه المقايضة؟ وهل ستستطيع المعارضة الأوكرانية تثبيت مواقفها على الأرض لتمكن الغرب من إتمام المقايضة بالمدى المنظور؟ أم أن الغرب سيبدي دعماً معنوياً لها يورطها في مشاكل أكبر من قدرتها على اتعابها ثم يعيد حساباته كما فعل مع المعارضة السورية؟ وهل هو جاد فعلاً برغبة لإنهاء المأساة السورية؟ أما بوتين فليس السؤال من سيختار أوكرانيا أم الأسد؟ بل السؤال كم من الأحلام سيتنازل عنها في سوريا مقابل ذلك؟ وهل سيكتفي الوفد الأسدي حين ذاك بالدعم الإيراني لتصليب مفاوضاته الجينيفية وينسحب مواصلاً حربه بما وصله من الأسلحة الروسية الفتاكة؟ وما وصله ليس بالقليل لا نوعاً ولا كماً؟ وعلى رأيي المثل الشعبي يخبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش ننتقل الآن إلى مجلة عين المدينة حيث كتب علاء حسون مقالاً تحت عنوان عباس والأسد رؤى سياسية تتفق على ضرورة تجويع مخيم اليرموك قال فيه لم يستطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يطلق مجرد نداء للنظام السوري لفك حصار مخيم اليرموك ولم يتجرأ عملياً على إضافة أي موقف جديد لما سبق وأن قدمه مرءاً حول تحييد الفلسطينيين في الدول العربية من الأحداث الجارية فيها لأنهم ضيوف بل اكتفى بتوجيه التهم لمن سماهم المسلحين والتكفيريين الذين يجبرون النظام على حصار المخيم برأيه بمعنى أن اتهامه المنقصة واللطيفة للنظام السوري بأنه هو من يحاصر المخيم جاء وفق صيغة مبطنة بأن للنظام الحق بالحصار طالما أن هناك مسلحون في المخيم وعلى هؤلاء المسلحين الخروج من المخيم كي يتمكن النظام من فك الحصار ومن قائل يقول أليس تصريح محمود عباس بمثابة تأييد للنظام على تجديد الحصار وشتات الفلسطيني في سوريا ثواء في مخيم اليرموك المحاصر منذ أشهر أم في خان الشيح أو سواها من المخيمات لم يتبنى أي موقف أو هو حيادي كما وصفه زعيم السلطة الفلسطينية هل يكفي وجود عناصر مسلحة مأجورة وفق عباس لكي يموت من هذا الشتات ما يزد عن ستين مدنيا جوعا إضافة إلى المئات برصاص القناصة والقط وهل يبرر عباس للأسد أية ممارسة في جاه المخيم طالما أن هناك عناصر مسلحة في داخله المخيم الذي تجاوز عدد ضحاياه اليوم ضحايا قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة هل عباس أو سواه كلمة مسموعة عند الأسد أصلا لتقرير مصيره؟ تقرير المصير الذي طالما نادت به القيادات الفلسطينية لفلسطيني الشتات عبر كل المنابر الدولية كان من السهل جدا أن يكون بيد الأسد بتنازل واضح من عباس وبابتسامة صفراء من قبل ابن مؤسسة الأسد السياسية يجد عباس من مثقفي التشبيح الفلسطيني في سوريا من يؤيده ويقف معه خاصة من يعملون إلى جانب النظام خلال سنوات مضط فهو عدنان كنفاني يكتب شهادته عن واقع المخيم ليقول عشرات من محاولات الاتفاق على خروج المسلحين وترميم المخيم ولجان إشراف لتوفير البنى التحتية ووسائل الحياة فشلت بسبب المسلحين على اختلاف مشاربهم وألويتهم وكتائبهم وللأسف بعضهم فلسطيني وعدد من قوافل الإغاثة والغذائيات والأدوية دخلت المخيم رسميا وبموافقة القوات السورية ولكن تم نهبها من قبل المسلحين هذا هو التصريح الذي تناقله مؤيد الأسد محفار قبور المخيم إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة